أشهدت لجنة العفو الرئاسية بالجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة قضية الحفص الاحتياطي والقواعد المنظمة له وأشرت اللجنة إلى أن الجلسة تدعو لتفاؤل بعد أن ضمت قوى سياسية وحقوقية من مختلف أطياف المجتمع وجود توافق بين جميع الحاضرين على معظم النقاط جدار جديد من الثقة يتكئ عليه المواطنون قوامه سيادة القانون وفتح القنوات المسدودة بين المواطن والدولة عبر منظومة متكاملة لخدمة المواطن وإصال صوته للمسؤولين والعمل على علاج شكواه هذا هو الهدف المنشود الذي يسعى إليه الحكم الرشيد في الجمهورية الجديدة والذي ظهر جلياً في اجتماعات الحوار الوطني وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي ففي جلسة الحوار الأخيرة تم تقديم عدة رؤى بشأن بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتم فتح الساحة لكافة الأطياف لإبداء رأيها مما يثبت أننا أمام جمهورية جديدة تحترم حقوق الإنسان وجاء قرار رئيس السيسي بالعفو والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً ليرسخ الفكرة ويسبت دعائمها ويؤكد تفاعل القيادة السياسية الكاملة مع مخرجات الحوار الوطني والاهتمام بها بشكل جدي ورغبتها الصادقة في فتح صفحة جديدة مع هذه الفئات ليس هذا فحسب بل حرصت الدولة في السنوات الأخيرة على تعميق الشفافية والمكاشفة بين المواطن والدولة من خلال مزيد من قنوات الاتصال المجتمعي للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين وقياس مدى رضائهم عن أداء الحكومة من خلال إجراء استطلاعات رأي دورية تتسم بالحيادية والنزاهة إلى جانب الهدف الأسمى الذي تسعى له الدولة وهو تنظيم العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وذلك من خلال أربعة مجالات هي المؤسسات الديمقراطية وتقديم الخدمات العامة والسيادة القانون ومكافحة الفساد واستمرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كمصار موازن للتواصل بين الحكومة والمواطن وتعزيزاً لتحقيق العدالة الناجزة تعمل الحكومة على مواصلة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم وجهات المعاونة لها إلى جانب العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات القضائية وما زال المواطن ينتظره الكثير والكثير من التطويرات في شكل وأداء الحكومة في الجمهورية الجديدة مما يمد القسور ويغلص بذور الثقة والطمأنين بين المواطنين وقيادتهم السياسية الواعية الأمر الذي يربط الإنسان بوطنه ويقيم ظهر السلم المجتمعي